بعد ثلاثة اجتماعات وزارية سبقتها اجتماعات فنية أعلن وزراء الطاقة في الأردن وسوريا ولبنان اليوم التوصل إلى الصيغة النهائية لتزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سوريا حيث أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن شبكة الكهرباء الأردنية جاهزة بانتظار الانتهاء من أعمال الصيانة في الشبكة السورية لبدء الاستجرار نحن اليوم بناء على الاجتماعات الفنية خلال الفترة الماضية واللي كان آخرها اجتماع على مستوى الفني بالأمس بين الأردن وسوريا ولبنان تم التوصل إلى الصيغة النهائية لعقد تبادل الطاقة الكهربائية اللي من خلاله راح يتم تزويد لبنان بجزء من احتياجاته خلال الفترة القادمة نتمنى أنه احنا نستطيع أن نعمل بصورة أكثر خلال المرحلة القادمة لزيادة التعاون على هذا المستوى بدي أشير إلى أنه هناك بعض القضايا الفنية يمكن اللي لابد من العمل عليها على الشبكات اللي بحيث أنها تكون جاهزة أشقائنا بسوريا أكدوا أنه عمل جاري على هذا الموضوع إن شاء الله راح يتم الانتهاء منه بنهاية هذا العام أبرز ما تضمنت الاتفاقية يمكن إنه علاقة بكمية الطاقة الكهربائية اللي ممكن إنها تمر عبر أو عمر الشبكة السورية إلى لبنان بنحكي عن حوالى 150 ميجا من منتصف الليل إلى الساعة السادس صباحا ومن السادس صباحا إلى منتصف الليل حوالى 250 ميجا ولها علاقة بقضايا فنية أخرى فيما يتعلق بموضوع الفاقد وكيفية معالجته وموضوع كلف العبور والكلف الأخرى بدوره كشف وزير الكهربائي السوري غسان الزامل عن كلفة إعادة تأهيل أشبكة الكهربائية والتي ستكون جاهزة مطلع العام القادم مؤكدا دعم سوريا الكامل للمشروع بدأنا بإعادة تأهيل خط الربط معين سوريا والأردن وبتكلفة بحدود الخمسة ونص مليون دولار طبعا نحن بالاتفاق كنا جادين بتسهيل كل الإجراءات حتى تحل المشكلة الكهربائية في لبنان بتأمين جزء من احتياجاتهم عن طريق الأردن الشقيق بالتأكيد نحن ما رح نكون حجر عثرة بهذا الاتفاق سعيدين جدا بالاتفاق الذي تم ما بين الأردن الشقيق ولبنان الشقيق وطبعا نحن من الاجتماع الأول حطينا مجهة زمنية كنا بنهاية هذا العام إن شاء الله ستكون الشبكة الكهربائية جاهزة لوضعها بالاستثمار وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض من جهته أكد أن الاتفاق يتضمن تقطية جزء من احتياجات لبنان الكهربائية كاشفا عن ألية احتساب تكلفة استجرار الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر الشبكة السورية بعد المباحثات البناءة اللي تمت بيتناتنا توصلنا لصيغة الحمد لله صيغة كتير ملائمة للبنان بالنسبة لاستدامة الاستدامة العمقول البيئية والمالية لهالقطاع أو مساهمة هالمبادرة لليوم وصلنا لبلورتها بشكل نهائي لشروط كتير معززة لقطاع الكهرباء تبعنا إن كان من حيث كلفة الانتاج أو من حيث كلفة الكهرباء نفسها أو كلفة نقلها عبر الأراضي السورية مستعملين الشبكة السورية فكلفة الشبكة بتنضاف وبتتمن بكمية كهرباء إضافية بتستفيد منها سوريا أما لبنان فبيحاسب على أساس كلفة الكهرباء كلها إن كان الكهرباء اللي بتجي على لبنان أو الكهرباء بتروح لسوريا هيدا هي الصيغة اللي من خلال رح نعملها العقدين هو طبعا البنك الدولي كان حاضر بالاجتماع ولذلك نحن عنا موافقة من البنك الدولي على هذا البرنامج الموافقة حصلين عليها بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسعار النفط منذ بداية الشهر الحالي بدأت في التراجع في جلسة اليوم وسجلت أسعار النفط مع افتتاح السوق الأمريكية العالمية أدنى مستوى في أسبوعين بفعل ارتفاع تجاوز التوقعات بمخزونات الخام الأمريكية مع تجدد المخاوف حيال الطلب العالمي في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في معظم أنحاء العالم وتراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.9% إلى مستوى 80 دولارا و 68 سنة وهو الأدنى منذ الرابع عشر من تشرين الأول وانخفض خام برينت بنسبة 2.3% إلى مستوى 82 دولارا و 32 سنة للبرميل الأدنى منذ الثالث عشر من تشرين الأول ما بين توقعات المواطنين برفع أسعار بيع المحروقات لشهر تشرين الثاني المقبل وبين آمال المواطنين بأن تتخذ الحكومة قرارا لصالح المواطن بتحمل جزء من الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميا حتى لا تنعكس محليا خاصة مع اقتراب الشتاء يبقى القرار للحكومة حيث من المنتبر صدور القرار يوم السبت المقبل أكيد رح ترتفع رح ترتفع كل ما بيقرب الشتاء بترتفع أكيد رح ترتفع فيه شفاء البلد بنزل ترتفع بس لي لازم تنزل عوضع البلد لازم تنزل رح ترتفع ما في سبب واضح يعني من الحكومة لرفع البنزين بس كل ما يتداول حاليا أنه في رفعة عالمية الأسعار المشتقات النفطية أكيد حتطلع نعم السبب أن الارتفاع عالمي هي حتكون حترتفع وهي مشكلة يعني الله يصرنا إحنا طلاب الجامعات حالتنا حالة هلأ هم حكوا أنها رح ترتفع بس أتوقع إذا أثرت الحكومة يعني عن الموضوع أنه ما ترتفع إن شاء الله أنها ما ترتفع لا أتوقع رح ترتفع ودائما عوجي الشتاء دائما الله يجزيم الخير برفعها ورفعها معترمة بده يرفع وقلت آه ولا لا إذا نفع رفع وإذا شو ما بدهم يشوي خلص المواطن أكثر منهيك ما عاد يعني التقارير اللي بيقولوها قبل فطرة وصارت بي حكي أنه رح يصير ارتفاع كبير أتوقع أنها ترتفع ارتفاع يعني مصارش في تاريخ الأردن يعني من فترة لأنه العالمي الخامي برنت ارتفع طبعا رح تطلع لأنه حكوا فيها من بداية الشهر يعني أتوقع أنها تظلها ثابتة يعني يعني ما في مجال أنها تزيد كمان يعني إن شاء الله نظل زي ما هي إن شاء الله نظل زي ما هي يعني إحنا زي ما هي ويدوب سارك الأمور أكيد رح يرتفعوا لأنه فيش إشي فيش شغلهم بالمواطن إلا من خلال رفع أسعار النفط كل شهر أو شهر ونص لازم أعملوا له تعديل يعني يعني يزيدوا عليها عما أنه ترجع للمواطن المخافض يعني ما فيه نهائيا انخفاض غير مسبوق في تدفق المهاجرين إلى سوق العمل في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سجل في العام 2020 بحسب تقرير دولي التقرير قال إنه مع وصول ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف شخص إلى خمس وعشرين دولة عضوا في المنظمة فإن هجرة العاملين تراجعت أكثر من ثلاثين في المائة لتسجل العام الماضي أدنى مستوى منذ 2003 وأشار التقرير إلى أن الجائحة أدت إلى إنهاء عشر سنوات من التحسن بالنسبة إلى المهاجرين في سوق العمل الولايات المتحدة التي ما زالت الدولة الرائدة للهجرة سجلت انخفاضا بنسبة أربعة وأربعين في المائة إذ استقبلت خمسمائة وستة وسبعين الفوافج جديد في عام 2020 في خطوة لوضع حد للتوتر الذي دام لأسابيع أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الإطار الجديد لخطته التاريخية للإنفاق الاجتماعي والبيئي بخفض قيمتها إلى النصف وسيد عبيدن الكونغرس إلى أن يقر سريعا خطة الاستثمار الاجتماعي التي باتت قيمتها 1750 مليار دولار أي نصف ما كانت عليه في المشروع الأساسي على عقد من الزمن وقال مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس توقع وفقا للإطار الجديد أن يحصل على دعم خمسين ديمقراطيا وموافقة مجلس النواب أيضا على خطته الخلاف بين فرنسا ولندن حول إجراءات منحة تراخيص لمراكب الصيد التابعة لدول الاتحاد الأوروبي والراغبة في الصيد في المياه البريطانية بعد بريكزيت وصل إلى مسار جديد فرنسا أعلنت أنها ستكثف إجراءات التفتيش الجمركي وتعرقل التجارة مع بريطانيا اعتبارا من الثاني من تشرين الثاني المقبل في حال عدم وافقة لندن على منح مزيد من التراخيص لصيادي أسماك فرنسيين ليتمكنوا من الصيد في مياه المملكة المتحدة